أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفيال جروسي عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية ردا على هجوم تهران وأتت تصريحات جروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة دابوريجيا النووية في أوكرانيا وردا على سؤال بشأن شني إسرائيل دربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية قال جروسي أنه يشعر بقلق في هذا الاحتمال وأشدد المدير العام للوكالة على ضرورة أن يمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس